لا تزال دول عدة في شمال أوروبا تعيش تحت وطأة البرد الشديد وتساقط الثلوج ففي العاصمة الألمانية برلين انخفضت درجة الحرارة خلال الليل إلى نحو 20 درجة مئوية تحت الصفر وأدت الثلوج الكثيفة إلى تعطل الطرق والسكك الحديد كما ألغيت العشرات من رحلات الطيران وشهدت مطارات فرانكفورت وميونيخ وبرلين تأخيرات عدة في رحلاتها الوضع في العاصمة البلجيكية بروكسل لم يختلف كثيرا عن نظيره في برلين عشرات الأشخاص في انتظار وسيلة مواصلات تقيهم برد الشتاء بعد أن أدت الثلوج إلى قطع الطرق وندرة المواصلات إلا أن البعض لا يزال يستمتع بتقص كهذا رغم مشاكله الكثيرة أنا أعشق هذا الطقس وأحب الثلج إنه جميل ورائع أما في بريطانيا فقد أعيد فتح مطار جاتويك ثاني أنشط المطارات بعد إغلاقه بسبب تساقط الثلوج ورغم فتحة حطار إلا أن مسؤوليه قالوا إنه من المتوقع إلغاء أو تأجيل بعض الرحلات وقدر حجم الخسائر التي نجمت عن انخفاض درجات الحرارة في بريطانيا إلى أكثر من مليار جنيه نسترليني في اليوم الواحد أما في بولندا فقد أعلنت السلطات أن 12 شخصا تجمدوا حتى الموت ليرتفع بذلك عدد القتلى بسبب التقص البارد إلى نحو 30 شخصا على مدى ثلاثة أيام وبلغت درجة الحرارة نحو 15 درجة مئوية تحت الصفر في معظم أنحاء البلاد حازم الخولي بي بي سي